حيما نتحدث عن الامصال او الفاكسين عندنا المثال الحي على كده شركة فايزر عندنا هنا في مصر باعت منتجات كتير من ضمنها مثلا تمثل الهوية بتاعتها زي الفاياجرا فياجرا 50 فياجرا 100 شارلوت وكتب عليها فياترس الاسترال برضو كتب عليه فياترس المهم انا هاخد في كلامي نقطة الفاياجرا فايزر يعني فياجرا الفاياجرا باعت يعني اللي قال على الشركات الادوية او الصناعة الدواء عموما بتكسب اكتر من تجارة المخدرات هي الفاياجرا فلما نشوف شركة فايزر ثبت اللهم صلى على النبي الفاياجرا عشان تروح تتاجر في الامصال فمعنى كده الامصال بيكسب اكتر من الدواء اللي بيكسب اكتر من تجارة المخدرات فعندنا اشهر الشركات وكده في الامصال عندنا موديرنا وبايونتيك وده شوفنا في الكوبيد وعندنا فيزر وجونسون وفي دلوقتي اللي هو ده وتفع عليهم الاف دي ايه حاجة اسمه اريكز في اه ده طبع جالاكسو ده بيعالج ده في علاج الار اس بي اللي هو فده هنا تعريبا يعني الشركة كان فيزر وجالاكسو بيسابقوا بعض عشان يوصلوا للحاجة اللي زي كده واللي غاد افروب شركة جالاكسو فمعنى كده مليارات الدولارات يعني عندنا دولة الشركة هتصنع مصل معين لو نفرض مثلا يعني عدد سكان الدولة دي مثلا اه ميت واحد فلو اللي ياخد الدولة ده ستة من يعني ستين من المية فان ما بيعاد بقى فعلى الارج سكيل غير طبيعي يعني ما بالك برضو لو الشركة يعني هتصدر او الادها يعني والانقح من كده يعني يعني ده تعب وشي ايه في الامصال او تخصص في الامصال او اقتطع جزء من عمله عشان يركز في حاجة معينة زي كده لا ممكن يكون في دولة تانية من الدول النامية تاخد الصفقة اللي يتاخد منه كل حاجة وتصنعه هي يعني الامصال من اكتر الحاجات المربحة جدا اكتر ملفاجرة الاريكز في ده خد افدي اابروفال من اه بتاع جالاكسو خد افدي اابروفال عشان يعالج الارس في الارس بيراتوري سنسانشال فيروس